في إيطاليا إحدى أكثر الدول تضرراً من الهجرة غير النظامية يجتمع قادة ومسؤول عدد من دول العالم المؤثرين والمتأثرين بهذه القضية تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومساعدة البلدان الإفريقية على وجه الخصوص بشتى الطرق لتقليل دوافعها للهجرة إلى أوروبا وقبل كل ذلك مكافحة الإتجار بالبشر أهداف الرئيسة حددتها روما لهذا المؤتمر الذي تحدثت فيه عن نموذج جديد للتعاون بين الدول وعن شراكات تسهم في التنمية الشاملة لمنطقة إفريقيا صاحبة النصيب الأكبر من المهاجرين غير النظاميين يشارك في الاجتماع كل من تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع توقعات بامتناع باريس عن الحضور بسبب الخلاف الحاصل بينها وروما حول هذه المسألة ما قد يؤدي بحسب ما أعلنه مسؤولنا غربيون لإضعاف فرص التوصل لنتائج قوية وعملية في هذا الشأن المؤتمر ينطلق من مبدأ أن هذا المهاجر ما كان ليخرج من بلده أو بيته لو لا وجود دافع اقتصادي أو أمني أو غير ذلك طلبا لحياة كريمة ينشدها وأنه من الواجب معالجة الأسباب قبل النتائج ووضع حد لتجار الموت الذين يبيعون المهاجرين أوهاما قادت أعددا كبيرة منهم مع أطفالهم للموت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا سجلت أكثر من نصف إجمال حالات الوفاة العالمية بحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية وهو ما يتطلب اهتماما فوريا وجهدا دولية متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح عبر تحسين الظروف التي دفعتهم لسلك أكثر الطرق خطورة باتجاه أوروبا نور الحاج تيريتي عربي